كنت الأول بقول إنه اللعيبة للعبة كرة أو اللعيبة اللعبة مع النادي الأهلي حتى موسم واحد خد بطولة مبارح خلينا أقول لحضراتكم في ناس لعبة 90 ديئة بس خدت بطولة ده النادي الأهلي ودول نجوم النادي الأهلي ودي قيمة النادي الأهلي والبقاية تأتي إن شاء الله مرة تانية برحب بضيفنا في السادسة النجم النادي الأهلي كابتن عمر حديدي مرة تانية أهلا وسهلا بيك كابتن عمر برح مثلا بدر بنون كابتن عمر يعني تسعين دقيقة بطولة كاس على طول كده يعني بدء نزي بدء إزاي ما بيقول بص النادي الأهلي هو حاسس من بطولة أفريقيا ما نزل وبز زميله وبرك له مع المباراة ساعة النهائي نفس الكلام هو الراجل التي بقى عمود من أعمدة نادي الأهلي بقى كيان من ضمن بصفتك طبعا من المدافعين التي قال في تاريخ النادي الأهلي إيه رأيك في صفقة بدر بنون أنا هاخد رأيك في صفقات الأهلي وفي المعارين اللي رجعوا لبيتهم مرة تانية بس عايز أسمع رأيك في بداية احنا مختنعين أن كل اللي عيبت شمال أفريقيا عندهم صبات فعالة وهدين عننا شوي هو مع الوقت هو قدم أوراق اعتمادهم بارح حتى الناس كانت قلقانة وبشوت ضربة الجزاء ناس أنا بقيس مجمل ما بقيس بالقطعة ألعاب الهوى إيجادة كورة طويلة بالمسترة دربة الجزاء سبت انفعالي غير عادي أنه هو بيقدم اعتماد أوراقه في 90 ديئة لنهائي كاس مصر رايح بطولة تانية طبعا الاختيار موفق بس هو عايز كمان شوية شغل جامدين عشان الرفع وال يشتغل على جسمه قوة بدنية جدا وهو أخد بالك وهو بيزيد كورته أحسن من كده بكتير شوف نفس مبرات الزمالك ده مطلوب مش عايزينه يعني يبقى محجم إمكانياته في حتة استردباكه بس يعني شايف انه عنده كمان مساحة انه هو يطور من مباراة بس احنا مش هنحكم في المباراة واحدة اللي جاي احنا حكمنا عليه اللي احنا شفناه اللي جاي بقى الأهم دي دربة الجزاء اللي عبها بانون واستاذ ورئيس كسب الصراحة انا عرف انه شويت حلو بس بصراحة حطان برح في مباراة في نهائي في أول ظهور ليه بالزبط كده بالتالي بيبقى برضو اللو ده على اللعيب يا كابران يعني بظهر قدام جمهور بالفانيلا الحامرة الأول مرة هل أنا صفقة ناكحة ولا صفقة فشلة هي بتتقال كده احنا مصرين هنقولها كده بس هو بإمكانياته بالأسلوب بالثبات المفعالي وبالتوجيه ده نقول مش هندي رقم كبير قوي هنقول 8 من 10